بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله اهلا بكل متابعي القناة تجارسات وههلا بكم في فيديو جديد على القناة الكنوات الناقلة لبطولة دوري الامم الاوروبية ان شاء الله فيديو النهاردة هنتعرف على كل القنات الناقلة سواء القناوات المفتوحة او قناوات الشيرينج هنستعرض كل القناوات مع بعض فلو الموضوع يهمك وعايزиб تعرف على القناوات عشان تشوفها تتابع على اي قناة تابع معنى الفيديو للنهاية نبدأ الفيديو بعد hein اهلا بكم مرة تانية والقنوات الناقلة لبطول الدوري الأمم الأوروبية هنبدأ نستعرض مع بعض كل قنوات الشيرينج وهنبدأ بأول أمر معنا وهو أمر الهزباسات أمر الهزباسات اللي بينقل من خلال باقة سبورت تيفي البرتغالية على أمر الهزباسات الباقة طبعا بتعمل بي جميع السرفرات ومنها السيس كام هي فيها بعد المشاكل في الفترة الأخيرة بالنسبة للسيس كام بتقطع على بعض السرفرات لكن الباقة يعتمد عليها في متابعة أغلب البطولات ومنها بطول الدوري الأمم الأوروبية والباقة اللي بيميزها ان هي عليها أكتر من قناة فابتنقل أكتر من مباراة في نفس التوقيت فباقة سبورت تيفي على أمر الهزباسات تقدر تتابع من خلالها بطول الدوري الأمم الأوروبية وتقدر تستقبل باقة سبورت تيفي على أمر الهزباسات بدايمن طبق 85 سنتي أو طبق متر حسب التغطية أو المكان اللي انت موجود فيه . والتاني امر معنا هو امر اموس واللي بينك من خلال سبورت اللي موجودة على امر اموس. والباكة طبعا زي ما كلنا تعرفين شغاله على سي سكن باستقرار مو بدين اي مشاكل. و امر اموس تقدر تستقبلهitions بدايمن طبق سبعين سنتيه. والباكة بتنتقل جميع مباريات دوري الامم الاوروبية. الامر التالية اللي معنا وهو امر السور جينك من خلال Vous President اللي موجودة على امر السور. لكن مشكلت LGBT على امر السور ان فيه ترددات هتستقبلها بالطبق المتر وفيه تردودات تانية محتاجة اطباق مئة وتمانين او مترين اتبعين لانها تتبع الحزمة الضيقة. وبالاضافة لكانوات دي جي سبورت على امر الصور الابتنين للدوري الاوروبية. كانوات سبورت واحد واثنين على امر الصور برضو بينقله دوري الامم الاوروبية. بعد كده هنروح للامر اللي معنا بعد كده وهو الهوتبيرد تلات تاشر شر. الامر الاوروبي بينقل من خلال باكت بولسات سبورت المعروفة بجودة الباس السوبر اتش دي الجودة العالية جدا فيه النقل. الباكة بتنقي الجميع مباريات دوري الامم الاوروبية على قنوات بولسات سبورت. بالنسبة لاستقبال الامر الاوروبي تقدر تستقبل قنوات الامر الاوروبي بداية من طبق متر بكل سهولة. بعد كده هنروح لامر تاني وهو امر يوتل سات ستاشر. امر يوتل سات ستاشر شارع بينقل من خلال باكت سوبر سبورت اللي موجودة على امر يوتل سات ستاشر. والباكة تقدر تعتمد عليها في متابعة دولة الامر�وبية لانها فيها اكتر من قناة فتقدر تعتمد على مباريات في متابعة اكوال مباريات لو في اكتر من مباراة قوية تقدر تتنبعها على الباقة دي واللي بيمازل برضو هو التعليق الانجليزي اللي موجود على الباقة عشان الناس اللي بتحب يتابع بالتعليق الانجليزي حاليا شغالة باي سكام لو انت عندك سكام كوي هتلاقي الباقة شغالة معك على السكام بالنسبة لاستقبل امر الاس Left 16 تقدر تستقبله على طبق تقدر تستقبل الهوت بيرد ويطل سال 16 بطبق متر بكل بساطة بعد كده هنروح ليه امر اسطرة 23 وليبين من خلال باكت زيجوز بورت على امر اسطرة 23 باكت زيجوز بورت على امر اسطرة 23 الباكت بتنير دوري الامم الاوروبية الباكت طبعا فتحة بالسيس كام بدون اي مشاكل وامر اسطرة 23 تقدر تستقبل باكت زيجوز بورت على امر اسطرة 23 بداية من طبق متر لو عندك طبق متر تقدر تستقبل الباكت على طبق متر بعد كده هنروح للقناوات المفتوحة اللي بتاني الدوري الأمم الأوروبية وأول قناة معانا مفتوحة بتاني الدوري الأمم الأوروبية هي قناة TV8 على الأمر التركي والأمر التركي تقدر تستقبله بشكل عام بطبق 70 سنطي لكن قناة TV8 يفضل طبق بدائما 85 سنطي عشان تضمن استقبال القناة بدون أي تكسير في الإشارة القناة الثانية اللي معانا بتاني بشكل مفتوح لدوري الأمم الأوروبية هي قناة CB6 على الأمر الأزري اللي كلنا عارفينها بتعمل طبعا بشفرة البيس على الأمر الازري والأمر الازري تقدر تستقبله بدايما طبق متر بس تحتاج قطعة كويسة علشان تقدر تستقبل الأمر باستقرار في الإشارة والقناة اعتمد عليها في ن pile اهم واقوى المباريات بالنسبة لدور الإمارة الأوروبية لو انت حابب تستقبلها ولو انت حابب تعمل تركيبة للقناوات المفتوحة هتستقبل الأمر الازري وأمر التركي على طبق متر هتستابل قناة سي بي سي بورت وقناة في تمانية فايف على الامر التوركي فهيكون عندك قناتين مفتوحين لمتابعة البطولة الامر اللي معنا بعد كده وبيني برضو بشكل مفتوح هو الامر الايراني وقناة في سري وقناة تي في فارزش على الامر الايراني من الو برضو دوري الامر الايراني بشكل مفتوح يعني تقدر تعتمد على الامر الايراني المعروف للجميع بناء لجميع الدوريات بشكل مفتوح بالاضافة لدوري الامر الايراني لو انت حابب تعمل تركيبة تجمع فيها كل القنوات المفتوحة لتنهي الدوري الأمم الأوروبية هتستعبل الأمر الياه سات سنتر وهتستعبل الازري والإيراني والأمر التركي على المسطرة هيكون كده معك تركيبة شاملة لكل الأمار والقنوات المفتوحة اللي بتنهي الدوري الأمم الأوروبية وكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهات ده لو انت وصلت معنا لحد دلوقتي ما تنتاج دعوا منها باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان نوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة ولو عندك اي مشكلة في استقبال اي امر او تردد اي قناة ياريت تسيبونا في التعليقات وان شاء الله هرد عليه استنونا ان شاء الله فيديوهات جديدة على القناة اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته